لو عندك عنصر متحرك وعايز تشيله من المشهد بتاعك مثلاً فيه مشهد وداخل المشهد ده عربية بتتحرك وعايز تشيل العربية أو فيه شخص ماشي في الشارع وعايز تشيل الشخص وتسيب الشارع فاضي هنتعلم إن شاء الله نعمل الكلام ده النهارده باحترافية على الأفتر إفكت وبخطوات بسيطة جداً مش هتاخد مننا خمس دقائق هننفذ الكلام ده إن شاء الله النهارده على عربية ماشية في الصحراء هنشيل العربية من الصحراء وهنخلي مشهد الصحراء فاضي هكون سايب لك لينك تحميل الفيديو أسفل الفيديو وانزل حمله وتطبق معنا على طول على الأفتر إفكت يلا بينا بسم الله يلا نبدأ يا شباب هندخل الفيديو على الأفتر إفكت ونزيله عندنا كده في الطايم لاين هيبقى عندنا الفيديو بالشكل ده أول حاجة هنعملها هنعمل مصق على العنصر اللي احنا عايزين نشيله احنا مثلا عايزين نشيل العربية دي من المشهد هنعمل ايه بقى هنعمل عليها أول حاجة مصق المصق ممكن نعمله بأكتر من طريقه ممكن عن طريق البين طول نرسم مصق حوالين العنصر أو عن طريق مثلا الريكتانجل طول أو الاليبس طول الان كان المصق هنعمله بأي أداة يعني هتتوقف على نوع العنصر اللي عندك لو في زوايا كتير وحاجات زي كده ممكن تستخدم البين طول في حالتي أنا هنا هستخدم الريكتانجل طول ما فيش مشكلة هاجي كده اعمل لأ هو كده رسم شيب هقف على اللير بالشكل ده واروح ارسم علي مصق هيفتح لي ادادات المصق تحت كده قد هنا هخليها نام حلو خلص هو كده رسم لي المصق بالشكل ده لو زومنا كده ده كده المصق بتاعي مرسومة هوت زي ما نرسم اول حاجة بقى هعملها بعد ما ارسم المصق هقف كده على المصق بتاعي واضغط كليك يمين واقول له تراك ماسق هيفتح لي كده قيمة التراكر في التراكر هنا هضغط على السهم ده كده وهسيبه يعمل بقى تراكينج مع نفسه يعني مش هتغيب العملية دي ولكن لو ملاحظين المصق ماشي مع العربية عشان الخطوة اللي بعد دي هنشوف بقى هنبدأ نعمل ايه وهي اننا هنبقى فرغنا العربية من المشهد هنبدأ ان احنا نعمل جنريت للليارات دي عشان يتكملها لنا تاني هننتظر لحد ما يخلص التتبع ونرجع تاني وسوا طيب هو كده خلص التراكينج اخد تقريبا اقل من دقيقة يعني حوالي مثلا 25 ثانية 30 ثانية في الحدود دي وخلص التراكينج بالشكل ده لو انا جيت دلوقتي امشي كده في التايم لاين هلاقي المصق ماشي على طول على العربية او العنصر اللي انا عايز اشيله من المشهد بتاعي اللي انا عملت عليه التراكينج طيب الخطوة اللي بعد كده ايه بقى الخطوة اللي بعد كده ان احنا ننزل تاني على المصق تحت ونرن دي هنخليها سبتراكت المصق هيبقى عندي اسود بالشكل ده الخطوة اللي بعد كده هي ودي الابال اللي احنا بنتكلم عنها بقى بشكل اساسي في فيديو المهاردة وهي دي هتجيبها منين لو مش ظهر عندك هتجيبها من ويندوز وهتكون عندك بالشكل ده تضغط عليها تظهر عندك الحاجة اللي هنحتاج نزبطها هنا وهي الالفا اكسابشن الالفا اكسابشن ممكن مثلا نخليها خمسة وليكن ودي هي المساحة اللي حوالين المسك يعني لو شايفين المسك كده كده المساحة بتقل والمساحة بتزيد فاحنا يعني مثلا ممكن نخليها خمسة ستة اربعة في الحدود دي هنا هنخليه لان هو اكتر حاجة مناسبة للفيديو اللي انا بشيره لو انا خليتها مثلا سيرفز ده هيكون خاص بالاسطح لو انا خلتها مثلا ده هيدمج لي حواف مع بعضها ولكن اكتر حاجة مناسبة للفيديو ده هي ودي يمكن احسن حاجة موجودة كمان خيار موجود في ضمن اللي اخطيها اراضي هنا خليها بعد كده هقول له جينريت في اللاير وهسيبه كده مع نفسه شوية هيبدأ ان هو اول حاجة هيبدأ ان هو يحل المشهد وبعدين هيبدأ يعمل للصور دي ويحطها لي تاني انا خلاص كده مش بعمل اي حاجة بنتظر بس انه يطلع لي النتيجة النهائية والعملية دي برضو هتاخد لها تقريبا حوالي دقيقة وبرضو هتتوقف على الجهاز عندك سواء كان الجهاز آآ ضعيف شوية فهتبقى العملية دي بطيقة شوية او لو الجهاز عادي شوية فهتبقى العملية دي سريعة عندك عمتا هو يعني هتاخد عندي دقيقة او اقل من دقيقة ان شاء الله هتخلص ونرجع مع بعض تاني خلاص كده هو خلص لو جيت اشغل بالشكل ده والنتيجة يعني آآ كويسة يعني لو انت شفت المشهد ده آآ من غير العربية مش هتلاحظ اصلا يمكن في حاجات هنا ممكن تتعالج بشوية بلور تتعامل في المكان ده او داريكشن البلور ولكن النتيجة رائعة بجد يعني لو انت شفت المشهد ده بالشكل ده مش هتلاحظ اصلا ان كان فيه عربية في المكان ده وبس كده زي ما شفت الموضوع سهل جدا وبخطوات بسيطة قوي قدرنا ان احنا نشيل العربية من المشهد وكأنها ما كانتش موجودة لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وشير وسبسكرايب عشان تشجعني ان نعمل محتوى اكتر كمان تعليقك على الفيديو ده بيعرفني ان فيه حد استفاد من المحتوى اللي انا بقدمه فبالتالي ده هيحفزني ويحمسني ان انا استمر في حاجة زي كده اشوفكم الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة